السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تعلمنا في الوحدات السابقة كيفية إيجاد التسارع المنتظم لأي جسيم باستخدام طبعا قوانين نيوتن وباستعمال قوانين حركة طبعا باستخدام قوانين نيوتن وباستعمال قوانين حركة أمكننا تحديد موضع وسرعة الجسيم عند أي لحظة زمنية لكن القوة المؤسرة على الجسيم قد لا تكون سابتة في الحالة العامة وبذلك لا يكون تسارع منتظم طبعا وفي مثل هذه الحالة لا يمكننا استخدام الطريقة السابقة لتحديد موضع وسرعة الجسيم عند أي لحظة لم يكون القوة متغيرة طبعا احنا اليوم ان شاء الله بنتناول في الوحدة الخامسة موضوع جديد هو الشغل والقدرة والطاقة وسنتعلم في هذه الوحدة كيفية استخدام مفهوم الشغل مفهوم الطاقة ومفهوم القدرة عشان نحدد موضع وسرعة الجسيم عند أي لحظة زمنية حتى وان كان تسارعه تعلمنا في ان شاء الله اليوم سنتعلم في هذه الوحدة كيفية استخدام مفهوم الشغل مفهوم الطاقة ليه؟ عشان نحدد موضع وسرعة الجسيم عند أي لحظة زمنية حتى وان كان تسارعه غير منتظم وان كان تسارعه غير منتظم اليوم طبعا هو الشغل والقدرة والطاقة أولا الشغل الورك طبعا رمز بتاعه وفهوم الشغل والطاقة مهم جدا في علم الفيزياء حيث توجد الطاقة في الطبيعة في صور مختلفة زي الطاقة الميكانيكية طاقة ميكانيكا ميكانيكا انرجي طبعا الشغل مفهوم الشغل والطاقة مهم جدا في علم الفيزياء حيث توجد الطاقة في الطبيعة في صور مختلفة زي الطاقة الميكانيكية اولا اهي هذه الطاقة ميكانيكية ميكانيكا الانرجي الطاقة الكهرومغناطسية الالكتروماغنتيك انرجي في الطاقة الكيميائية chemical energy في الطاقة الحرارية ليس موجودة فيه الهرم اللي هي السيرما الانيرجي في الطاقة النهوية 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 الانيرجي الطاقة بصورها المختلفة طبعا بتتحول من شكل إلى آخر ولكن في النهاية الطاقة الكلية سابتة لأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم وبالتالي في نهاية أي عملية الطاقة الكلية سابتة فمسلا الطاقة الكيميائية المختزنة في بطارية بتتحول إلى طاقة كهربية والطاقة الكهربية بدورها تتحول إلى طاقة حركية ودراسة تحولات الطاقة مهمة جدا لجميع العلوم إزاي تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية إزاي الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة حركية إزاي الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة كهربية زي الدينامو. زي الكهربية تتحول الى حركية زي المطور. زي احنا بنحول طاقة الوضع الى طاقة حركة. احنا دي Sit in di صورة من صورة الطاقة. تمام. زي تتحول طاقت الوضع الى طاقة الحركة. يعني احنا لو معاونا جسم وهذا الجسم رفعنا الى اعلى. طبعا ابغلنا الشغل. الشغل صورة من صورة طاقة. الشغل ما هو الى طاقة. ارعاة فين هذه الطاقة تحولت الى طاقة مختزنة في الجسم. يسموا طاقة وضع. لما ندك هزا舉 يسقط تتحول طاقة الوضع الى طاقة حركة. احنا هنا هنركز على الميكانيكا الانيرجي. ليه؟ وذلك لانه بيعتمد مفاهيم القوة التي وضعها نيوتون في القوانين الثلاثة القوانين الاول والثاني والثالث على الطاقة الميكانيكية. ويجب بالذكر هنا ان الشغل والطاقة كميات قياسية. يعني الشغل برغم ان الشغل احنا اعرف انه الشغل عبارة عن حاصل ضرب القياسي لكميتين متجهتين اللي هم القوة والازاحة الا انه شغل كمية قياسية. لان احنا عرفنا في وحدة المتجهات ان حاصل الضرب القياسي دينا كمية قياسية. وبالتالي الشغل والطاقة كميات قياسية. وبالتالي التعامل معها سيكون اسهل من استخدام قوانين نيوتون حركة. لاننا كنا نتعامل وبشكل مباشر مع القوة وهي كمية متجهة. وحيث اننا لم نجد اي صعوبة في تطبيق قوانين نيوتون كما رأينا من قبل. لان مقدار القوة المؤسرة على حركة اجسام سابتة. ولكن اذا ما اصبحت القوة متغيرة. وبالتالي فان العجلة ستكون متغيرة. وهنا يكون التعامل مع مفهوم الشغل والطاقة اسهل بكثير في مثل هذه الحالات. يعني الخلاصة ان احنا بنلجأ الى مفهوم الشغل والطاقة وندرس الشغل والطاقة. عشان ندرس العلاقات اللي احنا درسناها قبل كده. ازاي نحسب سرعة الجسم. ازاي نحسب ازاح الجسم. لما تكون القوة متغيرة. لان احنا حسبناها قبل ذلك عندما كانت القوة سابتة. لما تكون القوة سابتة الامر ببسهد. لكن القوة متغيرة. من الصعب ان احنا نستخدم قوانين نيوتون في حساب هذه الكميات. لكن احنا بنلجأ الى الشغل والطاقة. لان في هذه الحالة التعامل مع مفهوم الشغل والطاقة اسهل بكثير في مثل هذه الحالات. الشغل. لكن قبل ان نتناول موضوع الطاقة فاننا سوف نوضح مفهوم الشغل. والشغل هو حلقة الوصل. اهو حلقة وصل بين مين ومين. بين القوة. اللي الفورس. وبين الانيرجي. اللي الطاقة. تمام? ابهو حلقة وصل بين ما بين القوة الطاقة. الشغل قد يكون ناتج من قوة سابتة. كونسنت فورس. او قوة متغيرة. واحنا سنتناول بازن الله. النوعين. كل النوعين من القوة. ازاي احنا هنتناول الشغل. ناتج. شغل ناتجا من قوة سابتة. والشغل الناتج من قوة متغيرة. الشغل الفيزيائيا هو مقدرة القوة على احداث اساح. ورياضيا هو حاصل الضرب القياسي لمتجه القوة في الازاح. ضرب قياسي. طبعا الشغل الناتج من قوة سابتة هنا. طبعا اولا اذا اصلت قوة سابتة. مقدارا واتجاها على جسيم. طبعا قوة هي كمية متجهة. وبالتالي لما يكون قوة اقول قوة سابتة وبالتالي بقصد السبات في المقدار والاتجاه. هذه القوة السابتة مقدارا واتجاها اصلت على جسيم. فانتقل الجسيم بتأسير هذه القوة مسافة مقدارها مثلا. ولتكن اكس. او نكون اس. هنا واخد المسافة اس. ممكن نرمز مسافة اس او 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 دي. تمام? طبعا باتجاه يصنع زاوية سيت مع اتجاه القوة. في هذه الحالة لما تكون العلاقة للشغل بتكون هنا. اولا الشغل هنا كمية قياسية برغم ان هو حاصل ضرب. القوة هي كمية متجهة مع الازاحة هي كمية متجهة. لكن ضرب قياسي وما يقول نازل ما يقولنا الضرب القياسي بينشع عنه كمية قياسية. العلاقة زي ما نشوفنا هي اهل اف دوت اس بساوي دابليو. الدابليو هو الشغل والوورك القوة الفورس المؤسرة واس الازاحة. هنا في كذا حالة للشغل. في شغل موجب بوزيتف ولما يكون هنا يكون تجاه الازاحة في نفسه تجاه القوة. يعني لما يكون انا عندي جسم بهذه الصورة. الجسم ده بهذا الشكل. اهو اوبجيكت. اثرنا عليه بقوة في هذا الاتجاه. وكانت برضو ازاحته في هذا الاتجاه. يبقى القوة والازاحة في نفس الاتجاه يديني شغل موجب. الشغل السالب. وعندما يكون تجاه الازاحة في عكس تجاه القوة. عندها تكون هناك زاوية سيتا بين تجاه القوة والازاحة كما بالشكل. تمام? لم يكون انا عندي برضو جسم. نرسم جسم. هذه تجاه القوة الفورس. وديه تجاه الازاحة. الزاوية بينهم كان مية وتمانين درجة. في هذه الحالة الشغل الناتج سالب الورك. كمية سلبة. كمية ينتج انه اشارة سلبة. طب في هذه الحالة احنا بنحلل القوة الى مركبتين. احدهم افقية. وهي القوة المؤسرة والتي قامت بتحريك الجسم. وقوة عرصية. طبعا قوة افقية. اف كوزاين سيتا. لاني طبعا هنا مع الزاوية باف كوزاين. هنا عمودية. عمودية مع الزاوية باف ساين. افعا الاف ساين متزنة مع وزن الجسم الى اسفل. فالمحصلة زيرو. كلاهما. كد بعض. وفي ديه معاكس للاخر. يبقى المحصلة سيف. احنا لما نحلل القوة. هنحلل لازم كنا المركبتين احدهم افقية والاخرى راسية. وبالتالي علاقة الشغل اللي هي بيساوي اللي هي دابليو بيساوي اف دوت اس بيساوي اف اس كوزاين سيتا. يعني احنا ممكن نكتب كده ادي الدابليو. اف. دوت اس. هتساوي ايه? هتساوي مقدار القوة اللي هي اف. في مقدار الازاحة اللي هي اس. في جيب تمام الزاوية بينهم. ادي الالاقة بتاعة الشغل. الشغل الناتج بقوة سابتة. لو اعتبرنا وجود جسم يتحرك ازاحة مقدارها اس تحت اسير قوة اف. هنا سوف نأقص حالة بسيطة. عندما تكون الزاوية بين متجه القوة و متجه الازاحة بساوي سفر. يعني القوة والازاحة موازين لبعض في دجاه واحد. وبالتالي الزاوية بينهما ساوي سفر. لم يكون خطين متوازين. تمام? الزاوية بينهما سفر. وفي الحالة الثانية عندما تكون. عندما تكون هناك زاوية بين متجه الازاحة و متجه القوة للتوصل الى القانون العام للشغل. زاورك انزيس كيس اس جفن باي كده. خلاص. الورك لما يكون ناتج عن ازاحة. ناتج عن قوة. والقوة دي تحرس ازاحة. بتحرك الجسم ازاحة مقدار اس. ده الاعلاقة. القانون العام للشغل. ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة باذن الله. السلام عليكم.